أنا أقول لحضراتكم الحل إيه؟ الحل أنه لازم يكون في لجنة حكام أخرى غير اللجنة الحالية وإنه يجب لجنة حكام أجنبية مش شرط يا جماعة مش شرط نجيب لجنة حكام أجنبية مش كل الناس هنا عصام عبد الفتاح مش كل الحكام من الممكن أن يكونوا مرشحين لرئاسة لجنة الحكام في مصر مش كلهم كابتين عصام الفتاح مع كامل الاحترام والتقدير لشخصه لا فيه الكوادر كويسة فيه ناس جيدة فيه ناس تعرف تدير وتعرف تتكلم وتصرح وتعرف تعالج وتطور فيه مش لازم نقضي لجنة حكام أجنبية وارد على فكرة اقتراح وجيد ما بقولش وحش بس حتى لو ما حصلش الاقتراح ده والمقترح ده لا حتى لو جبنا كادر من الكوادر موجودة في مصر ماشي بس لازم يبقى تغيير لازم يبقى تغيير ما تحاولش تتناقش معي في حاجة غير كده لان كل المواقف وكل ما حدث على مدار الفترة اللي فاتت ما يقديش غير للتغيير ما فيهاش اي نقاش ولا اي محاولات حتى لكن انا اللي مستغرابه قوي وانا هعرض لحراتكم خبرين مهمين جدا نسا اريهم قبل ما ادخل الحلقة اول خبر من اليوم السابع مفاجأة 16 نادي 16 ناديا زي ما حراتكم شايفين كده على الشاشة من اصل 18 بالدوري الممتاز تقدمت بشكاوي رسمية ضد الحكام هو الدوري كام من النادي يا جماعة 18 الدور الممتاز 18 منهم كام نادي اشتكى الحكام شكاوي رسمية 16 طب احنا عايزين ايه تاني اما 16 نادي من ال 18 بيشتكى الحكام يبقى لعب في مين اللعب في الحكام اه بنسبة بما لكن النسبة الاكبر اللعب في رئيس لجنة الحكام اللي بيدافع عن حكامه في الخطأ فبيزدادوا اخطاءا بيزدادوا اخطاءا تمام خبر زي ده كفيل كفيل انه يديك مؤشر انت مش منتظر خبر زي ده عشان تعرف المؤشر ايه التحكيم في النازل بيعمل كده فيش اي حاجة مفيش ما بيطلعش لا في النازل او ممكن يمشي كده شوية بس بينزل يمشي كده شوية وينزل لكن اي مؤشر تصعدي للتطور التحكيم في مصر او التطوير التحكيم في مصر ما بيحصلش ف16 نادي من ال 18 اشتكوا الحكام انا كاتحاد كرة المفروض اعمل ايه اغير لجنة الحكام لان خلاص بقى يعني خلاص بقى اديناهم فرصة واثنين وثلاثة كاتحاد كرة وما فيش اي حاجة حصل طب خشيلي على الخبر اللي بعده وانا برضو الخبر ده انا مستغربه بقى وانا اصريت ابتدي بالخبر تعليم السابق الاولاني عشان خشي على الخبر ده الخبر ده منين من الاهرام قالك انكسام داخل اتحاد القرى على بقاء رئيس لجنة الحكام الناس المنقسمة يعني فيه ناس مؤيدة لقرار رحيله الكابتن عصاب فتاح الناس بقى اللي مش مؤيدة لقرار رحيله ده هو انتم السنين ايه يا جماعة يعني مش مؤيدين لي عشان علاقاتكو بيه كويسة يعني مثلا ولا عشان ايه يعني في مات من الخبر مكتوب ايه ان الكابتن محمد بركات والكابتن او الحاج عامر حسيد والكابتن حازم امام والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصر للقرار القضاء الرباع ده ده على حسب الخبر يعني عايزين يمشوا الكابتن عصاب فتاح من رئاسة لجنة التحكيم باقي المجلس معترضين طب لو الخبر ده صحيح يا جماعة انتم معترضين ليه عايزين مشاكل اكتر المشاكل مش بتكلم بقى على نادي بعينه ده كل اندية 16 نادي مش بتكلم على نادي واحد لا 16 نادي مستنين شكاوي اكتر طب من تاني قدم لكم شكاوي عشان تغيروا لجنة الحكام من تاني حشتكلكم التحكيم منتظرين من تاني فأنا مش عارف في الحقيقة يعني دي حاجة جريبة